حالي النيابي اول حاجة تلفت نظرنا ان الانبا والناس سنه 12 سنة ويتقال عليه الانبا والناس زي القديس ابا نوب قديس ابا نوب ما نقولش الانبا ابا نوب نقوله قديس ابا نوب نقوله القديس كرياكوس نفس السن فيبان قداسة هذا القديس وان الكنيسة تعتبره انبا يعني اب او يعني بابا ليه بنعتبره بابا رغم صغر سنه قبل ما نتكلم على حتة انبا دي عايزة الفت نظركم لحاجة كمان ان الكنيسة مليانة شهده وقديسين سنهم نفس السن السن اللي هو سن المراهقة او تين ايج ده زي مين زي مثلا النهاردة احتفلنا بعيد ماريمينة اللي فيكم يسمع سن اكسار النهاردة شوف ان ماريمينة ده قدسته ابتدت وهو عنده 11 سنة ابوي روح السماء و14 سنة امه تروح السماء رغم السن ده سن حرج وممكن يبقى سن يعني الولد او البنت يبعد عن ربنا لكن قد كده كانت التربية الحلوة المسيحية تطلع قدسين لو بصينا في العهد القديم نلاقي دانيال والفتية الثلاثة نفس السن العدرة ماريم نفسها نفس السن فده يشاور على حاجة مهمة ان الكنيسة معندها او القداسة ملهاش سن ملهاش عمر ممكن يبقى طفل صغير وقديس ونتشفع به ومش بس كده زي قديس بتاع النهاردة نقول له يا انبى والناس او يا بابا والناس ليه بقى هذا القديس اخذ لقب انبى لانه انبى دي تتقال على اب او راعي او معلم هقول لكم بعد الدروس المستفادة من حياته بالمناسبة هو كان عايش في الاقصر في مدينة الطيبة وبعد الصور بتاعته تلاقي في ظهر الصورة محتوط معبد الاقصر ومدينة الطيبة القديمة عشان يقولوا انه كان عايش في هذه المدينة تلت دروس نتعلمها من القديس الانبى والناس وقلنا انبى يعني ايه اب اول حاجة يعلم هلنا هذا الاب رغم صغر سنه اول فضيلة واول درس درس اسمه التجارة بالوزنات التجارة بالوزنات ايه عمل ايه قديس ده قديس ده وعمره 12 سنة او اقل اترشم شماس وكان ابوه امه ناس فقرة ناس بسيطة بس كانوا بيحببوه في الكنيسة وبيحكولوا على سير القديسين فمجرد ما هذا القديس او هذا الاب لبس تنية الشموسية ده اول درجة يعني شماس ده يعني مرتل حتى هو اعتبر ان هذه التونية عشا عشان كده في الصور تلاقيه مرسوم لبس لبس الشموسية هو بالنسباله دي الوزنة الصغيرة دي اعتبر ان هو ايه اب وراعي واخد درجة بقى بينه وبين نفسه تاجر بيها رغم ان حاجة صغيرة ولدنا كلنا شمامسة ويمكن بيعملوا شقاوة في القداس ويمكن عندنا ويمكن حتى الكبار فينا شمامسة بس مش بيلبسوا حتى التونية لكن اول درس نتعلمه من هذا الاب تجارة بالوزنة تاجر بهذه الوزنة وابتدى يحب الكنيسة قوي وكأن التونية بتاعة الشماز دي كأنه بالزبط اعتبر نفسه راهب ومكرس وناسك لدرجة انه لما بقى شماز بقى بيأكل قليل قوي من ساعة ما بقى شماز قال لا ما يصحش انا بقيت شماز انا اكل قليل اكل على القد وايام الاربع والجمعة كان يأكلوا الاربان هو كان بيحب عمل الاربان ولما اللي فيكو يروح في اللقصر في حاجة هناك بيسموها العيش الصغير ده اسمه الحنون حنون ده اللي هو كان بيعمله ويزعه على الفقر وكان هو يكله يوم الاربع والجمعة بس يوم الاربع والجمعة كل شي غيره مين ده ده رجل متوحد ده راهب شيخ كبير ده طفل عنده كم سنة اتناشر سنة عشان كده كنيسة تعتبره اب راعي وكاد الناس يتعلموا منه رغم صغر سنه عشان كده الكنيسة تلقبه لقب انبه بابا لانه كان نموذج للنسك والسوم ومحبة الحياة الروحية الدرس التاني اللي نتعلمه من الاب الانبه والناس رغم صغر سنه اشتياقاته للسماء اشتياقاته للسماء والغريب ان ابوه امه تخيلوا كده ابو ام بيحكوا لابنهم عن حلاوة السماء ومش بس كده حلاوة الاستشهاد لان الوقت ده كان فيه عصور استشهاد فيقولوله فزودوا في قلبه محبة الاستشهاد فالوزنة التانية او اصدق الدرس التاني اللي نتعلمه منه اشتياقاته للسماء والاستشهاد حس انه دي حاجة امنية حياته ومن كتر ما هذه الطلبة كان الطلبة ملحة عنده ربنا يجيله في رؤية ويقوله خلاص يا ونس بالمناسبة كان اسمه يؤنس يؤنس او ونس هي هي خلاص انت اشتياقاتك وصلت لربنا وموعد الاستشهاد قرب فيفرح جدا الانبى والناس وعشان حاجة هو بيحبها يبتدي يشجع كل الناس اللي حواليه كل الناس اللي بيحبهم كل صحابه كل قريبه كل ما عارفه واي واحد يقابله يكلمه عن حلاوة السماء وحلاوة الاستشهاد وان هو قرب يستشهد ومن هنا كان هو بيشجعهم على الاستشهاد ويسمع عنه الوالي ان هو عمال يعني مش همه الموت ومش همه حاجة وبيشجع الناس على الاستشهاد فافتكر انه طفل صغير هيخاف جابه وهدده وفعلا نال اكليل الشهادة يبقى اول درس نتعلمه من هذا الاب رغم صغر سنه اللي اخد رقب امبا او اب او بابا اول درس تجارة بالوزنة كانت ايه الوزنة الصغيرة بتاعته تونية الشماز دي تونية الشماز دي كانت مدخل لحياة النسك والحياة الروحية جرد ما بقى شماز اعتبر نفسه ناسك في الصحرة ياكل قليل خالص ياكل العيش الصغير الحنون ده وخلاص على كده تاجر بيها الدرس التاني اشتيقاته للسماء تالت درس رغم صغر سنه وعرف ان هو قرب يستشهد درس التالت هنسميه ان هو مدرسة في الاتضاع او درس الاتضاع ايه الاتضاع بتاع هذا الطفل يقول لهم كده وصى اهله وقصى حبيبه اللي حواليه قال لهم لما استشهد وخلاص بقى ما ربنا جاله في رؤية وقال له انت خلاص هتستشهد يقول لهم كده انا مش عايز اتدفن مع الشهداء لان دول ناس قدسين وانا صغير قوي انا ما استهلش ان نبقى معاهم لما استشهد واخد الكرامة دي انا عايزكم تدفنوني في المدافن العادية زي اي حد زي احد مات او راح السام انا عايزة بقى وسط الناس العادية مش عايزة بقى كان في مدافن مخصوصة او مقابر للشهداء انا مش عايز حدي مش عايز زي مش عايز كرامة او مش عايز مجد ده مين اللي بيتكلم كده طفل عنده كم سنة اتناشر سنة عشان كده الكنيسة تعتبره اب وراعي مدرسة وبعد كده ربنا يكشف جسده وعرفوا انه كان فيه ترميم بقى وعايزين يهدوا المقابر وكان الناس بتقول ان احنا عارفين ان المنطقة دي فيها جسد قديس اسمه الانبى والناس وده طفل صغير وكان شماس مجرد خبر بتتنقلوا الاجيال يعني فابتدوا يحفروا عشان يطلعوا المدافن ويبتدوا يعملوا مكان يعني ويلاءوا طفل صغير لابس تونية وراسه جنبه مفصولة وبتقدير العمر يطلع فعلا هو الاثناشر سنة ويتعرفوا عليه ويكون هذا المكان المكان اللي فيكوا راح الأقصر هو مش موجود في دير ولا في كنيسة المكان ده مدرسة 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 قدام كل الدنيا كلها واللي راح فيه كل أقصر يركب اي تاكس ولا حنطور ولا الناس اللي في اللقصر ولهم مدرسة الانبى والناس او دير الانبى والناس او كنيسة الانبى والناس قد كده هو كان عايز يخفي نفسه لكن ربنا يشهره ويعلي شأنه يرفع المتضعين مين ده ده قب نقول على الانبى انطونيوس قب الرهبان لكن قول الانبى والناس ازاي درجة عالية جدا في القداسة والدروس جميلة جدا نتعلمها منه يبقى تلت دروس درس تجارة بالوزنة مجرد ما بقى شماس اعتبر نفسه مكرس وسلك في حياة النسك درس التاني اشتياقاته للسماء وابتدى يحس الناس ويشجحهم على السماء ويشجحهم على الاستشهاد وتالت درس درس الاتضاع لإلهنا كل مجده يا كرامة من الآن وإلى الأبد امين